السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ زوجي دايما من اقل التصرف او خلاف بيئزيني بلسانه وكلماته دايما تردني من البيت ويبرق بعنيه انا بسكت ومش برد بس ده بيخليني اتجنبه كده ما بترديش وابعد عنه وده موترني ومضايقني قولي اعمل ايه مع تصرفاته انا اظن ان دي تصرفات كلها مليانة ايه مليانة تعبيرات تعبيرات ايه عن ايه هو بيعبرلك عن ان هو مش مبسوط من حاجة وغطبان من حاجة واحدة واحدة بس ما تفتكريش ان انا بعمل ايه ببرره لا انا بفسرلك في فرق ما بين التبرير والتفسير هو لو كان بيعمل معاك كده ومن اقل تصرف هو فيه حاجة مدقيقة انتي قلتي حاجة كده وما ينفعش الشيخ وانتي بتكلميه والكلام اللي انتي بتقوليه ده انتي بتقولي اعمل ايه فالكلام هنا خليط ما بين الفتوى وما بين ماذا وما بين الاستشارة انتي قلتي ان انتي بتبعدي عنه وقد يكون البعد عنه ده ان انتي قلتي مبتعمليش حاجة انتي طيبة ومبتعمليش حاجة البعد عنه ده قد يكون بيدخل في شكل ايه في شكل اللي امتناع عنه او امتناع ان انت تكوني معاه وعلى فكرة انا برضو بعمل ايه انا بقوم بدور التحليل عشان اقدم الحلول لان دلوقتي احنا مش بس بنتكلم عن الماذا احنا دلوقتي مش بنتكلم في الحقيقة عن الفتوى بس هنتكلم كمان عن الاستشارة فاللي حاصل ان بوعدك عنه ده بيخليه يعمل ايه بيخليه يشتشيط فيحاول يقربك وفيه طريقة سامجة عند بعض الرجالة كده انه لما يحب يجذب زوجته اليه يجذبها بايه يجذبها بعنف يعني يعمل ايه يبتدي يقول لها او عايزها ما تعملش السلوك اللي يخليها تبعد عنه وعايزها ما تعملش السلوك اللي هو يخليها تعمل جفوة بينه وبينه او تطلع منه اسوأ ما فيه فهو عايز يسكدها ومش عارف يسكدها او عايز يخليها تعمل الحاجة اللي تخليها قريبة منه ومش عارف فيتعصب ويتنرفز صحيحة وانيته حسنة بس هو بيعصي الله سبحانه وتعالى لأن رسول الله صنعنا قال استوصب النساء خير صحيح بس احنا لازم نفهم السبب لو بيعمل به كده هو كأنه عايز يحس معاك بأن انت قريبة منه عايز يحس بأن انت حس بأنه هو مالعنيك لكن انت واضح جدا جدا من خلال كلام حضرتك ان انت بتنتقدي ده وهو بيشوفه الانتقاد ده انت بتقوله ان انت بيأذيكي بلسانه وبيأذيكي بكلامه لما بيأذيكي بلسانه وكلامه انا حاس كمان شامل ان فيه شوية حساسية والحساسية دي بتخلي الشخص اللي قدامك هو مش عارف يتعامل ازاي لان كل ما يقول كلمة يشوفك بتغضب كل ما يتصرف تصرف فانت بتقوله لي اعمل ايه هقولك اربع حاجات تعمليها اول حاجة اعودي مع زوجك وقولي له انا بحبك وانا عايزي ان نتخلص من هذا الامر نتخلص من هذا الامر اللي هو ايه انا عايزة ابقى قريبة منك وعايزة اسعد بيك وعايزة ان الشيطان ما يدخلش بيننا وانا عايزة اقترب منك وعايزة ارضيك فممكن تقولي ايه الشيء اللي بيخليك مش راضي وتقوله لي ونتكلم فيه يبقى احنا لازم نقولي الكلام ده بشكل واضح لان احنا لو مرناش الكلام ده بشكل واضح ايلا حاصل هيفضل كل واحد يمتلق ولما كل واحد يمتلق ايلا حاصل يفتح باب الشيطان ويه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ويفضل نفس الامارة بالسوق تقولي ده اصد وبيعمل وبيسوي ويبقى نفسي تمتلق ولهازه بالله ويهل حاصل واتبع خطوات الشيطان فلما اتبع خطوات الشيطان اللي يحصل الشيطان يأخذني بعيدا عن زوجي وزي ما حضاك قلت انه بضطر ان انا ابتعد طب ما بدل ما نبتعد اللي حاصل نقترب ونتكلم وان ذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما ابحش دينا ان كل واحد فينا يروح في مكان كل واحد يعرض ده كمان ما بين الناس فما بيننا ما بين الازواج لا ما ينفعش الكلام ده باول حاجة جليس معاه تكلمي قد يكون ده سببه ان كل واحد في نبي قدر المسألة من وجهة نظره هو لا انت لو حطيت نفسك مكانه ممكن يكون هو محتاج لك وهو بيمارس هذا لان هو محتاج لك طيب وخاصة ان ان انت قلت ان هو بيزيكي بلسانه واضح ان ان انت كمان بتتكلم على ان الكلام فيه حقات مش كلام مباشر طيب يبقى اول حاجة نوعد ونتكلم مع بعض ونصارح بعض تاني حاجة ببساطة خالص ان لو الكلام فيه اي نوع من انواع الاهانة رفضيها وقولوله ان انا هرفض الاهانة دي بس قولوله انا هرفض الاهانة عشان انت تفضل في عيني الانسان اللي بحبه مش ترفض الاهانة وتقوله انا هصدمك وقتلك ومش اسمحلك ابدا ان انت تهني لا مش عايزين صدام عايزين الكلام يكون فيه مواده ورحمة لان انا بعد شوية بعد ما خلص معك انا هكلم زوج حضرتك الحاجة التالتة اللي انت محتاجة تعمليها كمان ان انت تشوف يهل فعلا انت حساسة فاذا كنت حساسة يبقى انت محتاجة ان انت ما تطلقش الاهكام شوية ثلاثة الحاجة اللي بعد كده انت محتاجة ببساطة خالص ان انت تذكور الله كثيرا اما زوج حضرتك اما زوج حضرتك فانا بقوله يا أخي تتقل الله سبحانه وتعالى الستة بتخاف والستة حساسة بتخاف هتعمل ايه اذا وقفت امام رسول الله سلم وسألك هي دي وصيتي هي دي الوصيتي اللي انا وصيتك عليها وصيتك الستة بتخاف ليه تفزع ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضى وحرم على ان الانسان يفزع مسلم فهي بتفزع وانت فاكر ان الكلام اللي انت بتقوله ما يلفظه من قون الا لدي رقيب عتيد وان الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالن يهو بها في النار السبعين خريفة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك واللق ما ترفعه إلى فيه زوجاتك صدقة والكلمة كمان لما ترفعه إلى أذن زوجاتك صدقة تروحين تعامل عكس اللي أمرك به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تيجي تشتكي اتق الله اتق الله فيها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك إن شاء الله لو أحسنت إليها كل ده يزول كل ده يزول بالكلم الحلو كل ده يزول بالتصرف الحسن كل ده يزول بالتأمين أكرموا بعض لأن كل ما حد يكرم شريك حياته كل ما عدبان كرامة ربنا لي البيوت مليانة خير وبركة بس انتوا شيلوا الغشاوة من على عينيكم وشيلوا النفس الأمارة بالسوق والإيجو عشان تقدروا تشوفوا نعمة ربنا عليكم يا رب أكرمنا احنا النهاردة تكلمنا عن الخدمة واتكلمنا عن خمس أبواب من أبواب رقة القلب يا رب اجعلنا من أهل رقة القلب اجعلنا يا رب ندخل السرور على المسلمين ونرفع الكرب عنهم واجعلنا يا رب بجمالك وبلطفك يا رب العالمين نسير في حوائج الناس ونطعم الطعام ونطعم الجائعين واجعلنا يا رب بكرمك وفضلك علينا كمان نكظم الغيز واجعلنا نسير في حوائج الناس ونزوق حلوة ان احنا نكون خدام على بابك وعلى ساحتك يا رب العالمين عشان تتجلى علينا بأن تقبلنا عبادك ويبقى دينا وعدك أليس الله بكاف عبده يا رب أكرمنا واجعلنا يا ربنا من عبادك المقبولين وارحمنا برحمتك وأرزقنا رقة في قلوبنا نقبل عليك بها فنرى وجهك الكريم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أكرمنا برؤية وجهك الكريم